لا يداري أثرها ولا يضخمها منذ أيام والكريملين يقارب هكذا ما يسميها هستيريا العقوبات الغربية والآن يعدل فلاديمير بوتين قليلاً زاوية الرؤية العقوبات هي بمثابة إعلان حرب يقول الرئيس الروسي يقولها وهو البادئ حرباً على جارته الغربية لكنه يقولها أيضاً وهو يتابع المساعي الخارجية لعزل بلده عن دورة الاقتصاد العالمية لمحاذير عدة لم يتدخل الغرب عسكرياً لنصرة أوكرانيا بيد أنه اكتشف كما يبدو أن العقوبات قد تكون أشد إيلاماً على روسيا فهي بالفعل أشد قسوة وأوسع نطاقاً من تلك التي تلت ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 صحيح أن العزلة الروسية المتواصلة خنقت إمدادات العالم من مصدر رئيسي للبترول والمعادن والمحاصيل لكنها في المقابل تروم ضرب الاقتصاد الروسي في مقتل ليس لحمل الموسكو على إنهاء الحرب وحسب وإنما أيضاً فيما يرى محللون للتأثير في بنية نظامها السياسي نقرأ في مقال رأي في صحيفة الجاردين البريطانية أن قدرة الرئيس الروسي على تحمل العقوبات تعتمد على وفاء الأصدقاء وولاء النخبة والنخبة من حول بوتين قد لا تتحمل طويلاً ضرب مصالحها إذا لم يتلقى قطاع الأعمال مساعدة مثل ما حصل في أوج الجائحة ربما يعول فارض العقوبات على موسكو بحسب تحليلات أخرى على نقمة داخلية أوسع على النظام هناك فليس من شك في أن الشعب الروسي سيشعر سريعاً بتبدل أحواله والبلد تحت وطأة العقوبات الغربية